هروح لشأن آخر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أجل تطوير قرى الريف المصري وكذلك أيضا الموقف التمويلي لمراحل هذه المبادرة مبارح كمان عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين خلونا نشوف مع بعض التقرير اللي جاي خلونا نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وأيضاً الموقف التنويلي لمراحل المبادرة وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول مراجعة شاملة للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا سيما ما يتعلق بالموقف التمويلي ومعدلات الإنجاز وفقاً للخريطة الزمنية للمشروع مشيراً كذلك إلى أنه تم مناقشة مستجدات الموقف الحالي للمرحلة التانية من المبادرة اللي بتتضمن تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات موزع على 59 مركز داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وأشار مدبولي إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات خاصة لشريحة محدودي الدخل لذلك تعمل الدولة على استمرارها والحفاظ عليها حيث تسهم في تحقيق الاستقرار لشبابنا عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية إمبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع السيد أحمد كوجك وزير المالية عدد من منفات العمل في مستهل الاجتماع أشار السيد أحمد كوجك إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة الجادة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات منوها في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وصلت لأكثر من 18 جلسة مع مختلف القطاعات المتخصصة والخبراء وأصحاب الأعمال بشأن حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية اللي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا وبيتم حاليا الانتهاء من الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ هذه الحزمة التي شهدت توافق من الجميع إمبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024 أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد القوات المسلحة نصر 6 أكتوبر